اشتركوا في القناة في هجوم على قافلة قبل تساحل النظور انتشال جثث ثلاثة مهاجرين سريين وانقاذ خمسة واربعين اخرين في اصخيرات اطلاق برنامج الخادمي الخاص بالحالة المدنية في وجدة شريط فيديو يفضح سرقة قاصرين لهاتف نقال عن طريق الخطف في كرة القدم في مباراة اعدادية المنتخب المحلي يهزم منتخب بوركينافاسو اهلا بكم الى تفاصيل اخبار ما بعد المنتصف في الشأن المحلي الجماعة الحضرية لصخيرات تدخل مرحلة رقمنة الحالة المدنية اولى امس ثلاثة تم تدشين برنامج الخادمي الهدف الى تسهيل استفادة المواطنين من الوثائق الادارية احمد فقهي رئيس جماعة سخيرات متحدثا في ميكروفون حسناء رشيحة هذا البرنامج من الايجابيات دياله هو تيسير العمل بمصالح الحالة المدنية السرعة في الخدمة ديال المواطن تيسير الولوج للمعلومة ضبط العمل ديال المصالح الجماعية في اطار الرؤية الساميدي صاحب جلال ملك محمد السادس نصر والله احنا طبعا تحل هدف ديالنا هدف اسما وهدف اكبر تعميم رقمنات جميع المصالح ديال الجماعة تيسير الولوج ديال المعلومة واحد النظام ديال الحكامة اللي خصو يكون هو الركيزة الاساسية للشروع في اصلاحات كبرى ومشارع كبرى ديال المدينة هي مناسبة ايضا كنعطوه فيها الانطلاقة ديال الموقع الالكتروني ديال الجماعة اللي كنعزو فيه التواصل مع المواطنين مستثمرين رجال اعمال واكيد غادي يكون بوابة اللي غادي تعد بالنفع على المدينة من كل شيء المستويات والخادم اول برنامج على الصعيد الوطني يسهل تتبع الشواهد والاحصائيات تفاصيل اخرى مع ابراهيم المستوي المهندس المشرف على البرنامج برنامج الخادم هو البرنامج المعلوماتي ديال الحالة المدنية اللي من تطوير شركة سيدوزيم سيستام اللي مهتم في هذا المسائل ديال الجماعة المحلية اليوم تعطى الانطلاق على مستوى اقليم تمر الصخيرات الاول على مستوى هذا الاقليم فعلا تمت الانطلاق على مستوى سالة على مستوى مدينة قادير على مستوى العديد من الجماعات المغرب من الشامل الجنوب الهدف ديال هذا البرنامج للحالة المدنية هو تقريب الادارة من المواطن ترجمة نانسي قنقر